وينظر المتابعون للشأن العراقي أن هناك توجها داخل البيت السياسي الشعي للحصول على تنازلات كبيرة من زعيم التيار الصدري بخصوص هوية رئيس الوزراء المقبل أو نوع مشاركة اتلاف دولة القانون بالحكومة الجديدة محذرين من اللجوء إلى خيار كسر الإرادة لتغطية على ضعف الاستحقاق الانتخابي لقوى الإطار التنسيقي ويتوقع المراقبون تخصيص الاجتماع المتوقع لقوى التنسيقي لعقد شراكة بين الإطار والكتلة الصدرية ونقل الكرة إلى ملعب القوى السياسية للتوفق على خريطة طريق توازن بين حكومة الأغلبية الوطنية وحقوق الشراكة التسورية فيها بحيث تحتفظ الكتلة الصدرية بتسمية رئيس الوزراء وتحصل قوى الإطار على وزارات تناسب رصيده الانتخابي ليبقى خيار المعارضة مطروحا لكن الأولوية للمشاركة